صرح مصدر أمني أنه تبلغ اليوم للأجهزة الأمنية من مسؤول كنيسة الأنبابي شوي بالمينيا بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة على الفور انتقلت قوة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح كما صرح المصدر الأمني أنه تبين أن الحريق شبه بصقف القاع غير مستخدم وبسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقع أكدوا أن الحريق نتج عن مس كهربائي وجاري اتخذوا الإجراءات القانونية في غضون ذلك أعلنت كذلك وزارة صحة والسكان الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع حريق حيث أعلنت الوزارة أن الحريق لم يسفر عن أي توفيات فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى